لتغير المناخ في دورتها السابعة والعشرين حضرة الأصدقاء أود بداية أن أشكر الأصدقاء هنا في مصر على حفاوة الترحيب فأنا وفريقي ندرك الجهود المترتبة على استضافة مؤتمر من هذا النوع وعدد الأشخاص الذين عملوا وبذلوا جهودا دقوبة وصولا إلى هذه النقطة تهانية لكم وشكرا مجددا وبعد انتهاء رئاسة المملكة المتحدة أريد أن أفكر معكم فيما حققناه معنا في غلاسكو وما حصل منذ شغلنا لمنصب الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني المنصرم اجتمع العالم في مؤتمر أطراف في دورتها السادسة والعشرين في ظروف جيوسياسية متشارزمة ووسط جائحة كانت لا تزال مستمرة غير أن القادة آنذاك أقر أنه برغم الإختلافات والتي غالبا ما تكون عميقة إلا أن التعاون في مجال المناخ والبيئة والطبيعة إنما هو من ضمن مصالحنا الخاصة والذاتية وبفعل هذا التعاون والتسوية تمكننا من التوصل إلى ميثاق غلاسكو بشأن المناخ ومعا وجماعيا تمكننا من إنجاز أمر تاريخي ومليء بالأمل وبمساعداتكم تمكننا من إنجاز لائحة قواعد اتفاق باريس وأحرزنا تقدما غير مسبوك في مجال الوقود الحفوري ودعمات على الفحم وعهدنا ترفيع وزيادة التمويل ومضاعفة تمويل التكايف بحلول عام 2015 وذكرنا بضرورة الدعم في مجال الخسائر والأضرار ووفرنا التمويل وأملنا أن يؤدي ذلك إلى تقدم ملموس هنا في مصر وأذكر أن كل طرف أذدد وكل طرف وافق على إعادة النظر في أهداف الحد من الإنبعاثات بحلول عام 2030 بحيث تلتقي مع اتفاق باريس أريد أن أشكر الدول 29 التي حدثت المساهمات المحددة وطنية منذ مؤتمر غلاسكو من أستراليا إلى مايكرونيزيا من إنديا إلى فانواتو من النروج إلى الجابون تمكننا معا من إحراز تقدم خارج غرف التفاوض بالتزامات من قطاع الأعمال والتمويل والخيرين حضرت الأصدقاء بفضل الأعمال التي كمنا بها معا تمكننا من بلوغ هدفنا ألا وهو الهدف الذي يقع في صلب اتفاقي باريس وهو الإبقاء على هدف درجة ونصف الدرجة من ارتفاع حرارة الأرض حيا ما كنا لنتوقع ما سيحصل بعد ذلك فقد أطاحت بنا رياح عالمية اختبرت قدرتنا على مزيد من التقدم فحرب بوتين الوحشية وغير القانونية في أوكرانيا أدت إلى تسارع الأزمات العالمية المتعددة أزمة الغذاء والطاقة لارتفاع الأسعار والتضخم وتزايد الدين وهذه الأزمات تفاقمت أيضا بفعل أزمات مناخية وأثار الجائحة ورغم هذا السياق إلا أننا أحرزنا تقدما ملموسا على مستوى تنفيذ الالتزامات التي تعهدنا بها في غلاسكو فأكثر من 90% من اقتصادنا العالمي أصبح مشمولا بالحياد الصفري بنسبة تزيد بـ 30% عن لحظة ترأسنا المؤتمر أكبر الشركات والمؤسسات العالمية في العالم التزمت الحياد الصفري وبدأت تنفيذ ذلك وبدأت بخلق ما أسمع بالوظائف الخضراء وضخ مليارات الأموال في الصناعات الخضراء اليوم وفي المستقبل الشركات والدول تحرز تقدما قياسيا ملموسا من أدوات الإنبعاثات الصفرية إلى أجندة الاختراق وتسريع توزيع مصادر الطاقة المتجددة حول العالم الأمين العام كان واضحا جدا أهدافنا المستقبلية في مجال الطاقة لا تكمن في الوقود الحفوري وأوافقه الرأي تماما ومن كل قلبي فكل تقرير كبير أو بارز نشر هذا العام يشير إلى أهمية التقدم المحرز وبفعل الالتزامات التي حققناها قبل وخلال عام الرئاسة في مؤتمر الأطراف في دوراته السادسة والعشرين فإن الإنبعاثات في العام 2030 ستنخفض بستة جيجا تون أي حوالي 12% من الإنبعاثات العالمية الحالية السنويا ومع تنفيذ كافة الالتزامات بما في ذلك المساهمات الحددة وطنيا وأهداف الحياد الصفري فإن التقرير يشير إلى أن سنصل إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض نقطة 7 درجات بحلول نهاية هذا القرن وليس 1.5 درجات ولكن لا يزال التقدم موجودا لمن لا يزال يشكك في العمل متعرض الأطراف ومسار مؤتمر الأطراف بشكل عام رسالتي لكم واضحا هذه المسارات قد تبدو غير مجدية ومحبدة في بعض الأحيان إلا أن المنظومة ككل تأتي ثمارها ونحن نشكر الكثيرين في هذا المجال ولا يتسع الوقت لذكرهم رؤساء الوزراء ورؤساء الدول الذين التمسوا رياح التغرير وفضلوا أن يستفيدوا منها الوزراء الذين أدركوا بأن المستقبل المستدام والعادل لن يتحقق إلا من خلال تحول في مجال الطاقة النظيفة منظمات المجتمع المدني الشباب والسكان الأصليين الذين دفعوا بنا لعدد التفكير فيما كان متاحا في جلاسكو ويواصلون تحفيزنا وبطبيعة الحال المسؤولين في القطاع العام حول العالم الذين نجحوا في مهامهم وحتى في وحدة الكوب في المملكة المتحدة ولكن رغم هذا التقدم أقر بشكل كامل بحجم التحديات التي لا تزال تتربص بنا وكما تبين في كل تقرير نحن نحرز شيئا من التقدم ولكنه من الواضح أنه لا يزال علينا بزل مزيد من الجهود في هذا العقد المهم جدا حضرة الأصدقاء نحن لسنا على مسار الإبقاء على درجة ونصف الدرجة كما نريد أفهم أن القادة حول العالم يواجهون أولويات متسابقة هذا العام ولكن علينا أن نتوخى الوضوح اللحظة حازمة ولكن عدم القيام بأي شيء أمر سيشلنا وسيؤدي إلى كوارث في مجال المنق علينا أن نجد القدرة على التركيز للقيام بأكثر من أمر في وقت نفسه كم مرة سيرن جرس الأمذار لتصل يصل صوته إلى قادة العالم باكستان للمرة الثالثة تغمرها المياه أسوأ فيضان في نيجاريا في عقد من الزمن خلال خمسمائة عام في أوروبا وجدنا أسوأ سجلات وأرقام على مستوى الكوارث البيئية قطعات اقتصادية بأكملها باتت غير مستدامة وغير قابلة للتأمين مناطق حول العالم باتت العيش فيها مستحيلا وقيود على حركة السلع وضغوط على الناس لمغادرة أماكن سكنهم بسبب أزمات المناخ التي ما عادت ما عادوا يقدرون أن يعيشوا بظلها ولذلك هذا المؤتمر يجب أن يكون مؤتمر الأعمال الملموسة عندما سينضم إلينا قادة العالم غدا عليهم أن يشرحوا ما التي حققته بلدانهم في العام المنصر وما هو المسار المستقبلي وهي بكل بساطة مسألة الثقة ومن دون الوفاء بالالتزامات والاتفاق على طريق مستقبلي فإن المنظومة بأسرها ستنهار أنا من جهتي سأقوم بكل ما بوسعي لدعم أصدقائنا في مصر والمملكة المتحدة هنا لكي نحقق مع نتائج تموحة في مجال التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار وصلنا إلى نقطة مسألة التمويل هي المسألة الحاسمة في برنامج عملها إما ننجح أو نفشل بسبب التمويل أنا أشير إلى التقدم بشأن مسألة التمويل لمائة مليار دولار أسمع الانتقادات وأوافق أنه علينا بزل مزود من الجهود على مستوى الحكومات والمصارف التنموية متعددة للأطراف تحديدا فيما يتعلق بتحديد هدف لمبعد 2025 ولكن في نهاية المطاف أبقى متفائلا أنظروا إلى النقطة التي كنا فيها قبل انعقاد مؤتمر جلاسكو وقبل مؤتمر باريس وإذا نحتفل اليوم بالعيد الثلاثين أنظروا إلى أين كنا قبل مؤتمر ريو أشكركم وبفضلكم جميعا ننهي رئاسة المملكة المتحدة بنقطة تفيد أن التقدم ممكن وهو يحصل وهو متواصل بطبيعة الحال علينا أن نعزز ونسرع من التقدم ولكن علينا أن نقوم بذلك وأنا على قناعة بأننا قادرين على ذلك نعرف ما الذي يجب القيام به للقاء على هدف درجة ونصف الدرجة هدفا حيا نعرف كيف نقوم بذلك صديقي سامح أنت وأصدقائك وأعداء فريقك لكم منا كامل الدعم فلنحرص معا على تحقيق كل ذلك وعلى الوفاء بالتعهدات شكرا حضرة الماندوبين أدعوكم الآن إلى البند إثنان ألف من جدوى الأعمال المؤتمر وهو بعنوان انتخاب رئيس مؤتمر الأطراف في دورته السابعة والعشرين تذكرون بلا شك أنه بمجهب القاعدة إثنين وعشرين الفقرة الأولى من الإجراءات فإن مكتب رئاسة مؤتمر الأطراف يشغل بالتدور بين المجموعات الإقليمية الخمسة سنواصل الدورة مع رئيس من المجموعة الدول الأفريقية وبالتالي سرني أن أقترح على المؤتمر أن ينتخب بالتسكية سعادة السيد سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف في دورته السابعة والعشرين وعليه أعلن سعادة السيد سامح شكري رئيسا لمؤتمر الأطراف في دورته السابعة والعشرين أهنأ السيد شكري على انتخابه وأتمنى له وعضاء فريقه التوفيق والنجاح في قيادة أعمال مؤتمرنا أدعو سعادة السيد شكري لإعتلاء المنصة أهلا بك سيدي رئيس المؤتمر شكرا